الهجرة هاجر مع اثنين قد اتفق معهما عياش بن أبي ربيع وهشام بن العاص فاتفقوا على أن يهاجروا سوية فمن حبسه عذر مضى باقي صاحبه لما هاجروا كان قد حبس هشام بن العاص بعد أن هاجر وعياش بن أبي ربيع قد ذهب مع سيدنا عمر لكن خرج أبو جال ابن هشام والحارث ابن هشام وهما أقرباء عياش هما ابن عمهما وفي نفس الوقت أخوهما من أمهما خرجا يلحقان عياش إلى المدينة بعد أن خرج مع سيدنا عمر ووصلوا للمدينة منورة قدما المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال في مكة فكلماه أرادوا أن يفتنوه ليعود إلى قريش يعود من هجرته فقالا له إن أمك نذرت إن أمك نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك ولا تستظل من ظل شمس أو لا تستظل من شمس حتى تراك وكان من عادة عياش أنه يعشق أمه يحبها حبا شديدا ولا يكسر لها خواطر ويحاول دائما مرضاتها أرادوا أن يفتنوه ليعود إلى مكة ويرجع من هجرته فلما سمع ذلك سيدنا عمر بخطاب رضي الله عنه وأرضاه شعر وأحس أن عياش قد رق لهما أو رق لكلامهما عن أمه يقول سيدنا عمر فقلت له عياش إنه والله إن يريد قومك إلا أن يفتنوك عن دينك فاحذرهم والله لو قد آذ أمك القمل لم تشطت ولو قد اشتد عليها حر مكة لستظلت فلما سمع ذلك عياش كان خوفه على أمه أبلغ من كلام سيدنا عمر فقال أبروا بقسم أمي ولي هناك مال آخذه وآتي سيدنا عمر في قلبي الحرقة خائف على أن يرتد عياش عن دين الإسلام يفتنوه حينما يوعدوه قال فيقول سيدنا عمر فقلت له والله إنك تعلم أني لمن أكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهما أنت تقول بشأن مالك أنا أعطيك نصف مالي وأنا من أغنى أغنياء قريش وأنت تعرف ذلك لا تذهب معهما يقول فأبى علي إلا أن يخرج معهما فلما أبى يقول سيدنا عمر فلما أبى إلا ذلك قلت له أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانج عليها فخرج عليها معهما سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه حينما رأى أنه أبى إلا أن يخرج معهما ليعود إلى مكة أراد أن يعطيه شيئا يذكره به فأعطاه ناقته أولا لكي يتذكر بها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ويتذكر الإيمان الذي اشترك معه فيه فلا يرتد عن الإسلام أراد أن يذكره به كي لا ينساه ثانيا حتى يبقى على ظهرها قال فالزم ظهرها لكي إذا نزل لا يغدر به أصحابه أبو جهل وأيضا الحارث بن هشام فقالوا إلزم ظهرها فإن راضك ريب عد إلينا مباشرة فذهبوا يقول فأبى إلا أن يذهب معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل يا ابن أخي والله لقد استغلظت بعيري هذه أفلا تعقبني على ناقتك هذه ناقتك هذه كان يركب بعيرا فقال له وعياش كان يركب على الناق فقال له أما تعيرني ناقتك البعير الذي أنا عليه غليظ وقد آلم الظهري أتعبني جلوسه ليس مريحا تعال أجلس مكاني وأنا أجلس مكانك هل فعلت ذلك فقال عياش بلى وقد يعني عرف منه ظن منه الصدقة ليس لأمر ثاني لم يعرف ما أريبه من ذاك قال فأناخ وأناخ أبو جهل ليتحول إليها فلما استووا بالأرض لما نزلوا على الأرض عن الناقة وعن البعير استوعدوا عليه مباشرة فأوثقاه هجموا على سيدنا عياش وأوثقاه حتى دخلا به مكة ثم أخذوه وفتنوه فافتتن وترك فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عمر بخطب رضي الله عنه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم قرآنه قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ يقول سيدنا عمر بن خطاب رضي الله عنه فلما علمتها كتبتها بيدي في صحيفة وبعثت إليها إلى هشام بن العاص فقال هشام طبعا أرسل بها إلى عياش وإلى هشام بن العاص كي يستشعروا أنها نزلت في حقهم ويرجعوا إلى الإسلام ويرجعوا إلى المدينة قال فكتبتوا إلى هشام بن العاص فقال هشام يقول سيدنا هشام فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى يعني أتقلب أصعد بما بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت اللهم فهمنيها قال فألقى الله في قلبي أنها أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا يقول فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعاد وقبل إسلامه وصحى إسلامه رضي الله عنه وأرضاه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة